الآن اشتركوا في القناة صباح من أول حلقات الأسبوع النهاردة حلقة يوم الاثنين بتاريخ 26 يوليو 2021 يا رب النهاردة يكون يوم جميلح على حضراتكم طبعا مليان بنشاط وطاقة إيجابية وعمل جديد طبعا بعد أجازة طويلة بمناسبة عيد الأطحى المبارك كل سنة وكل إخواتنا المسلمين طيبين وبخير وكل مصر طيبة وبخير خليني أذكر حضراتكم بفكرتنا زي ما احنا متعودين بنبدأ دايما بفكرتنا الإخبارية هنتابع فيها النهاردة نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس واجتماعه مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ودكتور محمد معيد وزير المالية هنعرف تفاصيل أكتر عن هذا الاجتماع خلال فكرتنا الإخبارية طبعا إلى جانب العديد من الأخبار اللي بيكون معانا فيها مدخلات هاتفية لمعرفة مزيد من التفاصيل فكرتنا التانية فقرة الصحافة اللي بنحلل فيها أبرز المنشتات اللي بتعتلي أغلب الصحف المصرية وهيكون ده معظفنا اللي يكون معانا عبر تكنية سكايب أستاذ يوسري السيد مدير تحرير جريدة الجمهورية هنحلل معايا أبرز المنشتات اللي بتعتلي أغلب الصحف المصرية فكرتنا التالتة والأخيرة زي ما احنا متعودين كل يوم اتنين بتكون معانا فقرة خاصة بالسياحة والأثار هنتكلم النهاردة عن الرياضة في مصر القديمة هنتكلم عن اهتمام الفراعنة بالرياضة وكمان أنواع الرياضة اللي كانوا بيمرسوها هنعرف أنواع كتيرة يعني طبعا ما كانش بيجي على أدهاننا إن هم يكونوا بيعملوا بيها أو يعني بيلعبوا هذه الرياضة الهوكي الجنباز يعني أنواع كتير من الرياضيات هنعرف أكتر عن اهتمام الفراعنة بالرياضة من خلال ضفنا اللي يكون معانا أستاذ أحمد عامر الباحث الأسري بزارة السياحة والأطار هيكون معانا عبر المسنجر هنتابع معاه ونعرف الرياضة في مصر القديمة خلينا نروح لفاصل المشاهدين في البداية ونرجع نبدأ أول فقرتنا فقرتنا الإغبارية خليكم معانا أصبح على حضراتكم مرة تانية مشاهدينا وخلينا نبدأ النهاردة أول فقرتنا الإغبارية والبداية مع نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي واجتماعه بالأمس مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيت وزير المالية وده كان بحضور السيد أحمد كوجة نائب وزير المالية للسياسات المالية والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مراجعة الأداء المالي الذي يتحقق عن العام المالي 2020 ل2021 خلينا نروح نشوف تفاصيل أكتر لهذا الاجتماع ونرجع نكمل مع حضراتكم اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيت وزير المالية بحضور السيد أحمد كوجة نائب وزير المالية للسياسات المالية والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مراجعة الأداء المالي الذي تحقق في العام المالي 2020-2021 وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي من أجل استقرار الأوضاع النقضية والاقتصادية للدولة مع تدقيق وتحديث أليات حوكمات بيانات الناتج المحلي بانتظام ليس فقط للوقوف على مؤشرات الأداء المالي ولكن للرصد الدقيق لحجم جميع جوانب عملية التنمية الشاملة في مصر وذلك وفق منظومة مالية وأليات عمل متكاملة توضح الواقع الفعلي لعملية التنمية وتعاكس الأوضاع الاقتصادية في مصر أوضح المتحدث الرسمي أن سيد وزير المالية عرض عددا من المؤشرات المالية الهمة ذات الصلة بتحسين معدلات النمو الاقتصادي حيث نجحت الحكومة في زيادة إرادات الدولة بقيمة 119 مليار جنيه وبمعدل نمو 12.2% إلى جانب نمو المصرفات بمعدل 9% فضلا عن تحقيق فائد أولي في الموازنة حوالي 93.1 مليار جنيه بنسبة 1.4% من الناتج المحلي مع خفض العجز الكلي من 8% إلى 7.4% كما أوضح الدكتور معيد أن مصر جاءت من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلي وذلك على الرغم من جائحة كورونا التي أثرت على معدلات النمو الاقتصادي والإرادات والمصرفات وأدت بالعديد من الدول إلى زيادة معدلات الدين حيث نجحت مصر في رفع كفاءة إدارة الدين العام بتنويع أدواته المحلية والدولية كما أشار الدكتور معيد إلى وصول إجمالي الاستثمارات العام خلال موازنة العام المالي الحالي 2021-2022 إلى حوالي 358.1 مليار جنيه وذلك نتيجة زيادة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة بمعدل يصل إلى نحو 28% مقارنة بالعام المالي الماضي 2020-2021 والذي وصلت فيه بدوريها إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة إلى 289 مليار جنيه وبنسبة نمو سنوي أكثر من 50.5% أوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه في هذا الإطار بمواصلة العمل على زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات العامة بما يساعد على تعزيز حجم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية في إطار تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2023 من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة الاجتماع شهد استراد أبرز المشروعات القائمة لتطوير المنظومة الجمركية بما فيها مشروع النافذة الواحدة والتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الدولية لرفع قدرات العاملين بالجمارك المصرية وتحسين ممارسات تيسير التجارة التي سهمت في تطور متوسط زمن الإفراج الجمركية وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار باستكمال إجراءات هيكلة وتحديث مصلحة الجمارك بما فيها تنمية القدرات البشرية إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة في حوكمة المنافذ الجمركية وكذا تطوير البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن الربط بين المنافذ الجمركية فضلا عن الإسرع في ميكانة الإجراءات الجمركية وتعميم منظومة النافذة الواحدة بكافة الموانئ والمنافذ وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي وكذلك توحيد المعاملات الجمركية بالمنافذ المختلفة وتقفيد تكلفة العملية الاسترادية والتصديرية كما تم تناول مستجدات تطوير المنظومة الضريبية بما فيها مشروع الفطورة الضريبية الإلكترونية والإقرارات الضريبية الإلكترونية إلى جانب جهود ميكانة إجراءة العمل الضريبية الرئيسية وكذلك مشروع الإصالات الإلكترونية كما تم عرض محاور الخطة المستقبلية للاستمرار في تطوير المنظومة الضريبية وأهمها المحور التشريعي ومحور التحول الرقمي ومحور مكافحة التهرب ومحور تسوية النزاعة الضريبية ومحور البنية التحتية والمقررات وكذا محور تنمية القدرات البشرية ورحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدين تباين الأراء حول تحديد آلية مناسبة لتنظيم عمل رحلات الاختيارية للسائح الأجنبي فقد طفت بقوة أزمة السراع بين الشركات الجالبة لرحلات الأجنبية والأخرى المرخصة من غير الجالبة وحول من يحق له تنظيم الرحلات الاختيارية احنا معينا عبر الهاتف دكتور حسام هزيع الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية صباح الخير يا دكتور صباح النور يا فندم صباح الخير يا إزاي حضرتك تحياتنا لحضرتك يعني خلينا نفهم من حضرتك في البداية دكتور يعني المقصود برحلات الاختيارية الرحلات الاختيارية هي بتبقى من ضمن الرحلات المعروضة للسياح في مصر ما قدرش يشتريها من برا ولكن بإمكانياته شرقها من هنا من الوكيل بتاعه والسابلاير اللي هو جايبه بمعنى أن برا بيتم شراكة ما بين الوكيل المصري والوكيل الأجنبي نعم الوكيل المصري بينفس كافة الرحلة كاملة هنا في مصر طبقا للتعافض مع الوكيل الأجنبي والوكيل الأجنبي بيسوق لمصر بناء على الأسعار اللي بعتها له الوكيل المصري يشريكوا هنا في مصر أو اللي بينفس الرحلات بتاعه تمام اللي بيحصل أن الوكيل الأجنبي والوكيل المصري بيتقابلوا في المعارض التولية بيقوموا بالتسويق بيقوموا بوضع الخطط والبرامج السياحية مع بعض الوكيل الأجنبي بينزل ذحلات السياحية ريجولر بالذات من أوروبا الغربية بالنسبة لأمريكا بيبقى المسافة بعيدة فبيبقى المساح الأمريكي مثلا حاجز كل بحالات السياحية السياحية السقافية مثلا الأهرامات والمتاح ومعها الرحلات الاختيارية يعني ساعماني حضرتك الرحلات الاختيارية بقى مثلا ممكن يكون فيه فيه صوت وضوء في الهرم ده مش من أساس البرنامج أو في الأقصر وعصوان بيبقى مثلا عنده الرحلات اللي هي ده معبد الكارنك وهادي الملوك إلى آخره بس مثلا ما عندوش صوت وضوء في الكارنك ما عندوش مثلا لفت بيسموها بالحنطوري يشوف المدينة سيتي توري يعني إلى آخره فيه مثلا تيارات بتبقى أبو سيمبل بتبقى اختيارية مش أساسية حلاص في الغرباء نفس الحكاية في البحر الأحمر المشكلة قامت في الغرباء والبحر الأحمر وطبعا شرم الشيخ إن فيه ناس مش أساسا من المجال السياحي خالص أو ناس يعني اللي هو عايد أقول هو مش وظيفته إنه هو بيع بحلات الاختيارية ودي هنا تيها خطورة لأن السياح الأجنبي بيبقى جاي مع الوكيل حاجة كل حاجة التكلفة والتأمين الصحي عليه والتأمين ضد الحوادث عليه كله مع الوكيل الأجنبي من بقى فاللي بينفذ شغله الوكيل المصري اللي هو متعاقد معه وبيبقى مسؤول عنه مسؤولية كاملة بقى وطبعا بنعمل اختارات أمنية في حالة في حالات الاختيارية لو هو طلع لقصور لو هو من القرداء يعني بيبقى فيه بيانات بكل شيء فاللي حصل إن بعض الناس مش من أو موظف استقبال موظف على البيتش واحد في مركز ووص واحد أساسا من بره من الشارع سواء تاكسي يدخل يتعرف على سبون أو حاجة ويحاول يبقى له الأوبشنال ده من غير أي ضوابط أو الرحلات الاختيارية وبعدين مفيش اختار أمني ومفيش تصريح طبعا وبعدين ممكن بتسبب مشاكل وحوادث وكان حصلت حوادث صحيح ثمين بيتحمل المسؤولية في الموقف صحيح ثانيا بيبيع بصعار رخيصة جدا لأنه مش متكلف حاجة يعني الوكيل المصري مع الوكيل الأجنبي بيبقى فيه مثلا تكلفة معينة فيه بروشور يعني فيه تكلفة تأمينية كمان التكلفة التأمينية وكل حاجة لأ وكمان المعارض اللي بيحضرها يعني أي معرض يحضره الواحد برا مع المستاند اللي بيخضص المعرض ده بيتكلف مثلا من 60 لـ 100 ألف كنية يعني على عرضي 60 لـ 100 ألف مع الموظفين اللي صنع بيهم مع رحلات التقران وكذا فبيجي بيحمل الكوست على الرحلات الاختيارية بمعنى إيه أنا عندي دلوقتي شركة وعندي إجارات وضرايب وتأمينات إلى آخره وموظفين والتطريقات ورحلات وتسويق وكله فباجي بيبقى تكلفتي على الأقل 50 دولار مثلا يعني أنا بدي مثال فباجي ببيع المنتج بتاعي 80 دولار الراجل اللي هنا اللي بيجي يخصف السكون بتاع الشركة ويبيع له الأوكشنال مش متحمل أي قوز فممكن يعمل يبيعها مثلا بتلاتين دولار بعشرين دولار هو مش فرق ما هيحط الكوز ويخطله حتى ها مش رفحة بسيط جدا فهو هنا بقى قامت المشكلة المشكلة ليه بقى لأن في ناس كانت بتيجين تاخد العملة من الفنادق كلها والتطبس تلاقي من كذا فندق ويحاول يطلع تصريح من مقر غرفة شركات السياحة في البحض أحمق وبعد ما يطلع التصريح ده تبصت له بقى حاداتك ساسر هنا ابتدت المشكلة ما فيش تقنين ما فيش درائب ما فيش أي حاجة وبعدين الموضوع بقى فيه خطورة صحيح الخطورة دي هي اللي قدت إلى المشكلة فدلوقتي كان صدر قرار من السيد الوزير مضمون القرار ايه يا دكتور؟ إن الشركات المستجلبة للسياحية اللي تقوم ببع بحالات الاختيارية يعني الشركات يعني أنا مثلا كشركة المفروض المفروض أن القرار بعد ما تم صدوره تم إلغاءه يعني يعني بعد أيام من صدوره هو تم إرجاءه وإلغاء مش هو تم إرجاءه لمنقشته في قرصة شركات السياحة تمام أو مش إلغاءه لا إرجاءه لمنقشته وضع الضوابط الضوابط إننا دايما بيحصل مننا اختارات في إدارة البرامج في وزارة السياحة تمام إن احنا اللي جايبين السياح أنا مثلا من شركة سين منزلة ميت سايح الميت سايح نزلين على شركة سين في فنادي كذا وليهم اختارات أمنية إن هم راحين لحالات الفلانية وكذا 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 خلاص فأنا بجيب تصريح جزبت كده لكن ما ينفعش واحد بقى ما جابهمش خالص ما عرفش عنهم أي حاجة ورايح يعملوا بيبعلوما صحيح صحيح طيب خليني أسأل حضرتك يعني المقترح دلوقتي إيه لتحقيق الصالح العام لتحقيق الصالح العام إن هو بيبقى المفروض إن طبعا يحصل تنسيق ما بين الشركات المستجلبة والشركات المؤخصة زيها ألف إنها تبيع بنفس الأسعار بيكون بيكون في بينهم تعاقدات واخد بل حضرتك وبيع بيها تأتي في أي يبقى على النسب والحاجات وإن لازم يكون في تصريح من الغرفة دي مخترحات لسه في تصريح من الغرفة إن الشركة دي هي المستجلبة للشيح عشان هو يديره تصريح ببيع بحالات الاختيارية صحيح وبعدين لما بيبيع بحالات الاختيارية بيبقى عليها طبعا ضرائف بيبقى نازم بيستطيع قمس ضرائف لكن الثانيين كانوا ما بيستطيع ضرائف ولا حاجة صحيح صحيح بس هو هيحصل تنسيق ومفاوضات ومناقشات لغاية ما يخرج القرار الصحيح أو القرار الصحيح في بيع الوفشنال وبالذات عشان أمنيا بتأمد الصحيح صحيح نحن في انتظار القرار طيب خلينا نتمن من حضرتك على نسب الإشغالات والجنسيات الأقصر تواجدا في المناطق السياحية هو الموجود أقصر في مناطق البحر الأحمر وشرق الشيخ الجنسيات اللي هي من شرق أوروبا يعني دي تفد من أوكرانيا بقى من بل روسيا من المجر من بلغاريا من بولندا من تساقستان أو تشاكستان يعني سياح كلها من شرق أوروبا والسياح دي لم تتوقف بعد إصدار القرارات بفتح الفنادي السنة 50% مع وجود الإجراءات الاحترازية والضمانات والأمانات والتطعيم للعملين في قطاع السياحة اتدى الموضوع بيزداد لأن السياح بيسترجع لبلادها وهي الحمد لله ما فيش عندها كورونا أو أي حاجة وبتنقل صورة إيجابية عن مصر وعن البحر الأحمر وعن السيربس وعن الأمن في المطارات والحاجات دي كلها صحيح اللي هاتم والإجراءات والإجراءات الاحترازية كمان ورقائي هو السياحة الروسية طبعا بتمثل الجانب كانت بتمثل كانت كبير من السياحة لغاية 2014 حوالي 3.200.000 السياح جم مصر في 2014 وده كان رقم كبير بيقمات في الحال 33% من إجمال الوافقين من السياح العالم إلى مصر لكن بعد حفظة الدائرة الروسية تم وقت السياحة الروسية خالص دلوقتي ابتدت تفتح بعد قرار الرئيس بوتين وطبعا بعد المفاوضات كبيرة ما بين الدولة المصرية أو السياحة الرئيس هنا وبوتين في شهر قبليل الماضي كان في اتصال هاتيكي وبعدين تم رفع الحظر في يوليو واستفارة روسية أصدرت قرار أو صراحة بأن عودة الرحلات الروسية بداية من 9 أكسطس سحيح هيبقى بنسب خمس رحلات في شهر مشيك وخمس رحلات في البداء 10 رحلات أسبوعيا مفروض 10 رحلات أسبوعيا قريبا يعني كل خمسة مثلا بألف سيح ما يشغل 500 غرفة فده يبقى شيء كويس هبتدي السياحة الروسية حسته تاخد من حسة السوق السياحي من الفنادق بس هو في إجراءات هتتم مراجعتها مرة أخرى بالنسبة للإجراءات الاحتراضية والأمنية ورزاة الاحتراضية وإحنا ماشيين بخطة سليمة وزادت نسب الإشغالات الفنادق بنسب 70% نتيجة انحصار موجة كورونا في مصر والإجراءات الاحتراضية المتبعة والتبع والاستماعي والاتباع المقاييس العالمية بالإضافة طبعا من إشابة من دول بمصر سواء يعني قصد أمين منظمة السياحة العالمية إشابة مصر كوجه السياحية من جلة التايم الأمريكية بالإضافة طبعا من السياحة الروسية أظهرت صورة إيجابية جندا في العالم كله أنها هتستقنف في السئران فده بيزود من القدرة أو بيزود من الرؤية الإيجابية لتول المسطرة للسياحة إلى مصر حقيقي أنا بشكر حضرتك جدا يا دكتور بشكرك دكتور حسام هزاع الخبيرة السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات شكرا لحضرتك يا دكتور احنا معنا تقرير مشاهدين خاص بإدارة العامة لمكافحة المخدرات بتشن المنظمة أو بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة حملات أمنية محيط الأندية ومراكز الشباب والأكشاك والمتنزهات والشواطئ وده لضبط مروجه المواد المخدرة ممن يستغلون التجمعات لترويج سمومهم القاتلة وتمكنت من إحباط محاولات ترويج المواد المخدرة خلال أيام العيد وهو ما أدى إلى حجب المواد المخدرة ومنعها من الوصول إلى تلك التجمعات عفوا وده حماية طبعا للشباب حيث تم ضبط العديد من القضايا خلينا نروح نشوف تفاصيل أكتر لهذا تقرير مشاهدين ونرجع نكمل مع حضراتكم يستغل طجار ومروج المواد المخدرة الأعياد والمناسبات لترويج سمومهم القاتلة بين تجمعات الشباب بخاصة بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمتنزهات والأكشك من هنا استهدفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريم المنظمة هؤلاء قبل أن يتمكنوا من تنفيذ مخططات الترويج حيث شنت حملات أمنية بمحيط تلك الأماكن نجحت خلالها في ضبط سلاسة آلاف ومائة وتسعين قاضية إدجار وترويج مواد مخدرة بسلاثة آلاف وأربعمائة واسنين وستين متهما كما تمكنت من ضبط ما يقارب نصف طن من مخدر البانغو ونحو مائتين وثمانية وستين كيلو جرام من مخدر الحشيش وأكثر من ستين كيلو جرام من مخدر الهروين وقرابة أربعين كيلو جرام من مخدر الستروكس ونحو سبعة كيلو جرامات من مخدرات الآيس والفودو والأفيون كما نجحت الإدارة خلال تلك الحملات في ضبط أكثر من سلاسين ألف كرس مخدر لعقار الترامدول وأكثر من أربعة آلاف كرس لعقار الكبتاجون إضافة إلى أكثر من مائتي ألف كرس وأنبول مؤثر على الحالة النفسية والعصبية وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأربعة وثلاثين مليون جنيه وبالتزامن مع تلك الحملات وما حققته من نتائج إيجابية ونجحات تتواصل ضربات الإدارة الموجهة ضد العناصر الإجرامية الضالعة في جلب وتهريب والإتجار بالمواد المخدرة قبل أن يتمكنوا من طرح سمومهم القاتلة خلال فترة العيد وتمكنت من ضبط قرابة 181 ألف كرس مخدر متنوع بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالبحيرة قامت الإدارة باستهدافهما بعد تأكيد التحريات تخصصهما في الإتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بسلاثة ملايين جنيه كما استهدفت تشكيلا عصابيا تخصصة في جلب وتهريب وترويج المواد المخدرة بخاص الهروين وإعادة تدويره وخلطه لمضاعفة كمياته ونجحت في ضبط عناصر التشكيل وبحوزاتهم خمسة كيلو جرامات من مخدر الهروين تقدر قيمتها المالية بمليوني جنيه وكذا تم ضبط مبلغ مالي وسيارة وتمكنت الإدارة من ضبط ثلاثمائة وسبعين طربة لمخدر الحشيش بحوزة خمسة من العناصر الإجرامية بالغربية والبحيرة والإسكندرية اعترفوا بحيازة تلك الكمية بقصد الإتجار وتقدر قيمتها المالية بمليونين وستمائة وتسعين ألف جنيه تلك النجاحات تؤكد على مدى قوة ويقظت أجهزة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ودقة التنصيق فيما بينها وهو ما ينعكس على حماية الشباب والمجتمع من المخدرات وأخطارها وأثارها السلبية فجر جديد بتشرق شمسه على كل مصر طريق جديد بنرسمه للأجيال اللي جاية لحياة أجمل وأرقة مشروع الإسكان بيغير حياة ملايين المصريين مصر بتبني عشرين مدينة جديدة بمواصفات عالمية قادرة على استيعاد 30 مليون نسمة وبتوفر تمانية مليون فرصة عمل جديدة أنشأت مصر تلتمية تلاتة وتلاتين ألف وحدة إسكان اجتماعي وتمانية وعشرين ألف وحدة إسكان متوسط بالإضافة لمية واثنين ألف وحدة إسكان للعشوائيات مجهزة بكل مستلزمات الحياة الكريمة وفيما يخص مياه الشرب والصرف الصحي تم تنفيذ 236 مشروع لمياه الشرب وتنفيذ 609 مشروع للصرف الصحي منها 506 مشروع للقراء بلغ إجمال الاستثمارات خلال 6 سنوات حتى يونيو 2020 813 مليار جنيه مصر التحدي والإنجاز مرحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا بدأ التطبيق الفعلي لمبادرة التمويل العقاري بعد أن أعلن البنك المركزي عن إطلاقها رسميا تفاصيل أكتر إحنا معنا عبر الهاتف دكتور وليد جابلا الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع صوحي الفولية دكتور أهلا صباح الخير يا سيدة رينيو وصباح الخير للسادة المشاهدين أهلا بحضرتك دكتور معينا خلينا نسأل حضرتك في البداية من المستفيد من هذه المبادرة وكمان يعني فكرة عن الحد الأقصى لدخل المستفيد حتى يقدر يقدم أو يقدم فيه التمويل العقاري طبعا هي فكرة المستفيدين هي مرتبطة بالحد الأقصى وكلمة الحد الأقصى دي حاجة مهمة جدا لأن دي مبادرة بتمويل العقاري بنسبة 3% هي مبادرة مدعمة من البنك المركزي ليقدمها بأسعار فائدة هي العقل يعني في التاريخ بالتالي هي موجهة للشرائح الأولى بالرعاية إنما الشرائح اللي تقدر تدفع وتقدر تشترك ما تدخلش المبادرة علشان كده هي فكرة الحد الأقصى إن في الوحدات السكنية للإسكان الاجتماعي بيشترط إن إما يكون الشخص أعزب ودخله لا يزيد عن 10.000 جنيه أو إذا كانت الأسرة بالكامل في أكتر من مصدر دخلي يشترط إن الأسرة يكون دخلها 14 ألف جنيه سنوي أسف 14 ألف جنيه شهر لكن إذا كان بالنسبة للمتوسط إذا كان المتوسط فيبدأ من 4.500 أنا أسف أن أخبطت العكس الدخل المنخفضة 4.500 للأعزب في التلاف للأسرة إذا كان المتوسط 10.000 جنيه للأعزب 14 ألف للأسرة تمام اللي بيهمني أن المبادرة موجهة للمصريين المبادرة بتشترط في الشخص اللي هيقدم ألا تعدى سنه وهو سن المعاش إذا كان تجاوز سن المعاش يبقى هو هتضطر إن هو لازم يدفع 40% من الوحدة وإن يكون القرد ينتهي ببلوغه سن 75 سنة أبناء المصابين وأسر الشهداء من أفراد الجيش والشرطة طبعاً لهم استثناء في الحد الأكثر وعتبرهم من الشراح الأولى بالرعاية صحيح طيب شروط الواجب توفرها في الوحدة السكنية دكتور خلينا نفرق بقى ما بين نوعين من الوحدات السكنية الوحدات السكنية للإفكان الاجتماعي ودي الصندوق الإفكان قال إن سعرها هيكون من 165 ألف جنيه حتى 310 ألف أما الإفكان المتوسط هيصل إلى مليون وأربعة من عشر يعني مليون وربعمائة ألف جنيه من الممكن أن يكون هناك تمويل ما بين ذلك ولكن هو أسمحي لي بس أنا عايز أفرق ما بين حاجتين يعني هي الناس بتقول أنا عايز أعمل إيه أروح فين المبادرة طبعاً أطلقها البنك المركزي واشترك فيها مجموعة بنوك يعني مش عارف إذا كان ينفع أو لا أسماء أه أتفضل يعني اشترك فيها من البنوك المشهورة اللي الناس ممكن تعرفها البنك الأهلي بانك القاهرة البنك الإسكان والتعمير التجاري الدولي المصرع في المتحد بانك التنمية الصناعية قطر الوطني بلوم مصر قناة السويس الكويت الوطني كريدي أجريكول الحقيقة معظم 22 بنك مشتركين في المبادرة فالمواطن مش هيكون عنده مشكلة في أنه يلاقي البنك القريب منه صحيح مجموعة من الشقق في المدن العمرانية الجديدة ودي التقديم هيكون من خلال المكاتب البريد هيكون هناك كرسات شروط إلكترونية من خلال مكاتب البريد الإلكترونية ودي التقديم فيها طبعا هيكون خلال يعني هتبدأ تنزل خلال أسبعين إن شاء الله والتقديم فيها هيكون سهل أو ما يصور وهيكون مطالب فيها مجموعة من المستندات البسيطة اللي متعلقة بسرطة بطاقة الرقم القومي علشان يتأكد إن الشخص مصري نصيمة الجواز إن هو متزوج أو شهد ميلاد للكسر مفردات المرتب أو ما يفيد بالدخل بخصوص الأعمال الحرة إزاي إن هو يثبت دخله من خلال إصالات مية أو غاز ومثل ذلك الأمر ودي التقديم فيها هيكون سهل جدا بنلاقي تقديم شوية هيكون أكثر دقة إذا كانت الوحدة السكنية أنا مش هجبها من إعلانات وزارة الإسكان وهيكون من خلال أحد الحنبوندات في المدن الجديدة يبقى في الحالة دي هنكون محتاجين اختار تخصيص للوحدة صورة من الترخيص شهادة من الشر العقاري بالبيانات المساحية وكشف رسمه من الدرايب العقارية مجموعة مستنداتها يطلبها منه البنك هي الصعوبة شوية إذا كنا بقى هنفي بالمجتمعات العمرانية الجديدة ومحتاجين أن احنا نشتغل شقة تمويل عقاري من خلال هذه المبادرة في المدن القديمة في المدن القديمة في هذه الحالة هيكون مطالب من الشف صورة رسمية من العقد الابتدائي والعقد المسجل لأنه مشترط أن الشقة طبعا تكون موجودة مسجلة أو قابلة للتسجيل وبيجيب شهادة بالتصرفات العقارية الخاصة بها وصورة من رخصة البناء وكشف التحديد المساحي وكشف الضرائب العقارية يبقى أنا عندي حاجة من اثنين الحاجة الأولى أن أنا أذهب مباشر إلى البنك اليوم بخصوص الوحدات السكنية في المدن القديمة وبناخد الإجراءات ونبدأ نشتغل عليها أو بننتظر أسبوعين لحد ما بتطرح وزارة الإفكان الوحدات اللي هي تقدمها من خلال صندوق الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو بيكون من خلال الكونباوند اللي بتقدمه الشركات الخاصة في المدن الجديدة وبنستوكي منها الإجراءات وبنقدم في المبادرة بإذن الله يعني دكتور بس نفهم الناس أن الموضوع فيه سهولة ويسر بطريقة جديدة لأنه الناس فهم أنه الموضوع معقد الموضوع هيكون فيه أوراق أنا مش عارف أجيبها الموضوع لا دا أنا هروح وهاجي وهعمل كذا مشوار يعني الموضوع هيكون متعب لا الموضوع فيه سهولة وفيه يسر بطريقة جديدة جدا وموضوع يعني سلس جدا هنروح ونقدم ونشوف الأوراق المطلوبة والمستندات المطلوبة ونقدمها بسهولة جدا بالتأكيد هو الموضوع سهل وخصوصا في مجال الشواء اللي تطرح خلال الأسبوعين من صندوق الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمام أنا بشكر حضرتك جدا يا دكتور بشكرك دكتور وليد جابالا الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع بشكرك شكرا جزيلا على هذه المدخلة وشهديني أروح لفاصل نرجع نكمل أخبارنا مع حضراتكم خليكم معين افتح عينيك على المستقبل شوف عن قرب أرض الفرص بتفتح أبوابها استعد لبداية جديدة مصر بتفتح أبواب الاستثمار بثقة كاملة في قدرتها بموقعها الجغرافي وبقوة بشرية وتعداد سكان 100 مليون أكتر من نصهم شباب مستعد للعمل مصر سوق مفتوح جاهز للاستثمار جاهز للمستقبل ومجهز بأحدث تكنولوجيا عالمية وعقول مبدعة وطموحة سوق عمل جاهز بمختلف الخبرات مصر وفارد بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة للمستثمر تسهل عليه المهمة بمراكز خدمة خاصة للمستثمرين في كل المحافظات جهزة ومجهزة لإنهاء كل الإجراءات في مكان واحد مصر وفارد بيئة تساند وتدعم صغار المستثمرين ورجال الأعمال في كافة المجالات مالياً، إدارياً، قانونياً وتكنولوجياً بمبادرة فكرتك شركتك بلغ إجمالي لاستثمرات خلال ست سنوات حتى يونيو 2020 11 مليار و700 مليون جنيه مصر التحدي والإنجاز دا كان حلنا لسنين وسنين كان لازم يجي شعاع النور يفتح أبواب الأمل يضيء المستأمل ينور سنين مصر اللي جاية يحول أحلامنا لحقيقة واضحة مصر رسمت بخيوط من نور خريطة المستقبل أجمل أصبحت تملك أكبر وأحدث محطات توليد الكهرباء في العالم سواء كانت تقليدية شمسية أو تعمل بطاقة الرياح انتهت مصر من تنفيذ 185 مشروع بتكلفة 366.6 مليار جميل لزيادة القدرة الكهربائية بأكتر من 25 ألف ميجا واط وديساوي 12 ضعف قدرة السد العالي وبكده حققنا الاتفاق الزالي وبدأنا نصدر للدول العربية والأفريقية وتم الانتهاء من صيانة ورفع كفاءة المحطات الأديمة وزيادة ساعة المحولات العددات مسبوقة الدفع مشروع ضخم هدفنا تركيب 10 مليون عداد خلصنا 3 مليون و200 ألف وجاري تركيب 6 مليون و800 ألف عداد وبنفس التصميم والإرادة جاري الانتهاء من محطة الطبع النووية بلغ حجم استثمارات المشروعات خلال 6 سنوات حتى يونيو 2020 614 مليار جنيه مصر التحدي والإنجاز برحب حضراتكم مرة تانية مشاهدينا ولست مستمرين مع حضراتكم في فقرتنا الإخبارية أشهدت منظمة الأمم المتحدة بمبادرة حياة كريمة ودورها كأفضل البرامج التنموية في العالم فهي تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية للكرة والنجوع والمراكز الأكثر احتياجا لتفاصيل أكثر عن ما تم على أرض الواقع بمراكز ونجوع محافظة الإسكندرية احنا معانا عبر الهاتف سيادة اللواء محمد الشريف محافظة الإسكندرية صباح الخير سيادة اللواء وكل سنة وحضرتك طيب صباح الخير وكل سنة وطيبين وكل أخواتنا بخير وعيب أحمرت على مصر كلها بإذن الله تحياتنا لحضرتك يعني خليني أسأل حضرتك في البداية سيادة اللواء يعني عدد المراكز والنجوع المستفيدة من مبادرة حياة كريمة بمحافظة الإسكندرية وكمان أهم الخدمات والمشروعات التي تشملها المبادرة خلينا أقولك طبعا في العديد من الناس على قصة مصر يعني بيستغرب الحقيقة بيقول يعني سيادة فيها مناطق محتاجة ومناطق عشوائية طبعا الحقيقة فعلا إحنا عندنا ناطق كتير فيها عشوائية كانت خلال السنوات الماضية وعندنا قرى قديمة جدا ما حدش بصلها على مدارس العشرة في السن الأخيرة عندنا المغادرة حياة كريمة كانت لما دخلت على محافظة الإسكندرية كان عندنا مدينة مركز ومدينة برج العرب القديمة ودي مختلفة عن برج العربة ومدينة برج العرب الجديدة اللي احنا بنروحها دايما الحقيقة عندنا في ثلاث وحدات محلية رئيسية في برج العرب وهي قرية بهيد وقرية أمصير وقرية أربانيات وعندنا ستة واربعين نجع وتابع تابعين للقرى للأم دي احنا عندنا عدد المشروعات اللي شغالين فيها اللي بتشملهم من مدارة حوالي ستمية سبعة وتلاتين مشروع فيه اثنين وخمسين مشروع كدمي وخمسمية خمسة وتمانين مشروع سكني يعني واحدات سكنية جديدة خالص للمواطنين المواطنين هناك وعندنا واحد واشرين مشروع كطفاع التعليم وبالضافة للمشروعات لطفاعات الغاز والاتصالات والبترول المشروعات دي كلها احنا سلمنا المنطقة كلها بالكامل للهيئة الهندسية اللي هتبدأ عملها بالفعل او بدأت عملها بالفعل خلال الفترة اللي فاتت عندنا في الموقف التنفيذي المجادرة احنا عندنا في قطاع الماء حوالي 8 مشروعات وعندنا في قطاع الصحة 14 مشروعات وعندنا في قطاع الصحة حوالي 10 مشروعات كل ده هيبدأ العمل فيه عندنا في الشباب بالرياضة 5 مشروعات عندنا في قطاع الصحة مشروعين قلنا اقولك ان المشروعات اللي بدأ العمل فيها بالفعل دي مش عاوز اقولك سعادة الناس صحيح لما بننزل ونشوف ويشوفوا ان بدأ شغل وبدأ الصرف الصحة وبدأ قطاع الصحة وبدأ انشاء بعض المدارس بالفعل طبعا ده شيء بيصد الناس كير جدا الحقيقة اللي عادل السكان هناك يعني في المنطقة غض مركز ومدينة برج العرب القديمة 130 ألف نسمع حيستفيدوا من المشروعات اللي بدأت بالفعل صحيح طب التكلفة الإجمالية سيادة اللواء احنا التكلفة الإجمالية لمشروعات مغادرة حياة كريمة في المنطقة دي فقط 3 مليار دينات 3 مليار اه ان شاء الله ان شاء الله طيب خليني اسأل حضرتك يعني هل بتم التنفيذ والعمل على مراحل وايضا كمان يعني حجم المشروعات التي تتم على الأرض الواقع وأهم المراكز والكرة التي يتم العمل بها في البداية المشروعات بدأت بالفعل ولازم يكون الشغل على مراحل المتعددة ده يعني ان شاء الله ده تعمل رصر اللي لما يكون خلص الصرف الصحيح والشبكات المية وشبكات الكهرباء فالمراحل دي كل منطقة فيها مراحل مختلفة عن الأخرى عشان مشكلتنا في مقدرة الحياة الكريمة في المنطقة دي بالذات ان احنا فيه مسافات كبيرة وبينية بين القرى وبعض يعني بدأنا فيه قرى أبو صير بالفعل والمشروعات بدأتوا المعدات موجودة والحياة الاندرسية بدأت الفعل فيه تشغيل العمل في المنطقة اللي هناك ده تعمل كله بيترتب على بعضه احنا لازلنا لغاية الوقت فيه لقاءات كتير بيننا وبين الهيانا ده سلقات مسلحة بنراجع فيها الترتيبات والأولويات لكن كلام ده كله بيصدد للأيام والليلة جدا ان شاء الله ان شاء الله طيب احنا شايفين انه مش بس الاهتمام بتقديم الخدمات وتبطين الترع كمان فيه اهتمام بالجانب الاجتماعي والإنساني زي مشروع إنشاء مجمع بيشمل وحدة إرشاد نفسي ومدينة للأنشطة الاجتماعية وكمان دور لرعاية كبار استن يعني نحب نعرف تفاصيل اكتر من حضرتك زي كل مجتمع موجود في المدينة مجتمع القرية اللي ما كانش حد بيبسله وامر فخامة الرئيس ان احنا ننظر له ونركعده مرة اخرى فيه بيبقى مجمعات خدمية ومجمعات حكومية المجمعات دي تعمل على فد المواطنين ومنها العمل المجتمعي مش عاوزة أقول لحضرتك يعني القرية محتاجة العمل المجتمعي لأنه فيه مشاكل كتير محتاجة الخدمة المجتمعية ومكاتب الإرشاد والصحة ومش عاوزة أقول يعني زي مستشفى الأمراض النفسية لأ حاجات يتبقى يعني أرقب من كده شوية احنا شغالين في كل ده مجمعات خدمة الحكومة اللي حيبقى موجود منها حيبقى فيه حاجات لخدمة المواطنين بشكل مباشر وخدمة مجتمعية ان شاء الله ان شاء الله يعني مجهود كبير جدا سيادة الواء طيب يعني جني الثمار أكيد بيحقق السعادة وطبعا انعكاس الإشادة الدولية من جانب المنظمة الدولية بمبادرة حياة كريمة على أنها من أفضل البرامج التنموية في العالم كان شعور حضرتك إيه؟ خلينا أقول لحضرتك كنا مع فخامة الرئيس رابع عام العيد كان مشاركنا في اسكندرية عشان بيراجع تطوير محور التعمير وتفقد محور التعمير اللي احنا بينشأ جديد وبتنشأوا الهالة اللي عند السياة برضو وأثناء الحديث واخنى في نقطة المشاهدة اللي هي كانت عبد البحيرة وكان ظهر الكلام ده في نشأة الأخبار كان بينبهنا كلنا كل الوزرات والمحافظ على مشروع حياة كريمة وأنه بيقدم 58 مليون معاطن مصري وده بيرجع احنا بيعتبره أو أنا بيعتبره التطوير الشامل لمصر كلها مش المجتمع القروي فقط لا ده بيقدم المجتمع المصري كله لما تعرفوا برضو أن المشروع ده أصبر مشروع قومي في العالم صحيح يقدم 58 مليون معاطن وبالتكلفة الرهيبة اللي احنا اسمعنا عنها دي وده أكيد حاجة احنا نبخر بها كلنا كمصريين أن رئيسنا ودولتنا مهتمة بينا بالشكل ده وده شيء ساعة مصر كلها ان شاء الله ان شاء الله طيب يعني أخيرا سيادة الواء نحب نتطمن من حضرتك عن الإجراءات الاحترازية والوقائية اللي بتتم للحماية والحفاظ على طلبة الثانوية العامة طبعا مع استمرار جائحة فيروس كورونا طبعا الله يكون هنا ولادنا طبعا من حماية الثانوية العامة وشدة العصاب ديهم هم وأسرهم احنا بنطمنهم أنا من الأول يوم انتحنات نزيت مريت على بعض المدارس رجعت الإجراءات الاحترازية والوقائية كويس جدا من أول دخول درساء والتباع والبوابات الصحية وزراجات الحرارة وغرف الإسعاف لكن خلينا أقولك يعني احنا بفضل ربنا يمكن أقل فترة منذ بائحة كورونا بتمر بها محاوظة إسكندرية في عدد من الصابين الحمد لله الفترة اللي فاتت دي والفترة اللي احنا موديت ديها صحيح وده يقليني أرجع للمواطق برمه جدا ممكن انتو شفتوا ضيوفنا اللي مشرفيننا في إسكندرية في أيام العيد تعدوا الملايين حي وكله على شاطئ البحر وكله على كورنيش وكله يعني شفت الشواطئ حي تبعنا على مواقع السوشيال نعم احنا برضو يعني يهمنا ان وعي المواطن هو اللي يهمنا أكثر من أي حاجة تانية يسلي بالهم من نفسه صحيح يعني رؤية حضرتك انه ثقافة المواطن المصري موجود انه هو يكون فيه تباعد اجتماعي يكون فيه يعني أبسط الإجراءات الاحترازية فاللي نقولك يعني يعني بعد اللي شفنا على الكورنيش وفي البحر الملايين المواطنين احنا في العيد استقبلنا 4 مليون زائر وربما تجاوزناهم وكانت الناس كلها موجودة في زحم على البحر وعلى الكورنيش صحيح يعني احنا بنقولكم خلوا بالكم ونفسكم أكثر من الأول واستمتعوا بوقتكم وتفصحوا ونبصوا في السكندرية مع امراض الإجراءات الاحترازية الاتمامات أقل وأبسط حاجة صحيح أسكرنا على حضرتك سيادة اللواء أنا بشكر حضرتك جدا سيادة اللواء محمد الشريف محافظة الأسكندرية بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة شكرا لحضرتك وشاهدين فقرتنا الإغبارية انتهت هنروح لفاصل نرجع مع فقرتنا الصحفية وضفنا أستاذ يسري السيد مدير تحرير جريدة الجمهورية خليكم معي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مرحبا حضرتكم مرة تانية مشاهدين وده معدنا مع فقرتنا الصحفية اللي بنحلل فيها أبرز المنشتات من خلال دفنا اللي معانا عبر تكنية سكايب أستاذ يسري السيد مدير تحرير جريدة الجمهورية صباح الخير يا أستاذ يسري صباح الخير يا فندم وكل سنة وحضرتك طيبة والمشاهدين طيبين كل سنة وحضرتك طيب خليني أبدأ مع حضرتك أول منشتتنا والخاصة بنشاط رئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس واجتماعه مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ودكتور محمد معيد وزير المالية وكان بحضور العديد من المسؤولين وصرح سفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مراجعة الأداء المالي الذي تحقق عن العام المالي 2020 و2021 ووجه الرئيس بالاستمرار في الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي من أجل استقرار الأوضاع النجدية والاقتصادية للدولة مع تطقيق وتحديث آليات حوكمة بيانات الناتج المحلي بانتظام ليس فقط للوقوف على مؤشرات الأداء المالي ولكن للرصد الضقيق لحجم جميع جوانب عملية التنمية الشاملة في مصر وذلك وفق منظومة مالية وآليات عمل متكملة توضح الواقع الفعلي لعملية التنمية وتعكس الأوضاع الاقتصادية في مصر طبعا نتكلم حضرتك في البداية عن رؤية حضرتك طبعا لتفاصيل هذا الاجتماع ونتكلم بشكل عام عن الأوضاع الاقتصادية في مصر ورؤية حضرتك للوضع الاقتصادي والمالي الحالي في مصر هو طبعا ده النشاط تقريبا شبه الروتين لساد الرئيس لأن لا توجد أهم من المشكلة الاقتصادية فعليه أن يتابع وبيتابع بشكل شبه مش هقول شكل يومي لكن هقول كل دقيقة تفاصيل المشكلة الاقتصادية تفاصيل عمل الحكومة تفاصيل مواجهة مشاكل الناجمة عن كورونا مثلا طبعا زي ما حدتك عارف ومشاهدين عارفين أن بسبب أزمة كورونا تراجعت معدلات النمو الاقتصادي في جميع دول العالم صحيح احنا الحمد لله يعني ماشيين بخطة سابتة نحن برنامج اقتصادي متعدد الجوانب في جزء خاص بالتنمية العمرانية في المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وغيره وفي أنشطة أخرى متعلقة ب عادة الروح للصناعة المصرية عادة الروح لزراعة المصرية عادة الروح لمكتلف الأنشطة الاقتصادية التجارة مثلا السياحة مثلا البترول والغاز الطبيعي كل موارد الاقتصاد المصري بيحاول السادة الرئيس مع المجموعة الاقتصادية مع السادة الرئيس الوزراء بحاولة تعظيم الناتج القومي تعظيم الموارد التي تدخل إلى الدولة وفي نفس الوقت تقليل حجم المصروفات وحجم الإنفاق ودي معادلة صعبة جدا يعني زي على المستوى البسيط بمثلها بأي أسرة مصرية اللي بيحاول رب الأسرة زيادة الداخل وفي نفس الوقت بتحاول رب الأسرة أو أفراد الأسرة تقليل حجم الإنفاق لمواجهة المشاكل المترقمة احنا عندنا حصاد مشاكل اقتصادية طوال سنوات ماضية عندنا يعني زي ما يكونوا الظروف برضو مستيبانة بحلنا زي ما يقولوا يعني هناك أزمة اقتصادية عالمية هناك أزمة كورونا هناك كذا بالإضافة للمشاكل الأقليمية المصر بتجد نفسها في قلب أو في قطون هذه المشاكل ومع ذلك يبقى الإنسان المصري هو الهدف يبقى الإنسان المصري وحل مشاكل حياته اليومية هي هدف أي نظام حكم هدف الرئيس هدف رئيس الوزراء هدف الوزراء المعنيين والمتابعة الضقيقة لمشاكل المواطن المصري هي اللي بينتج عنها حلول عملية وحلول وقعية صحيح الرئيس طبعا في الاجتماع دو واتفي زي ما قلنا منظومة مالية ومنظومة اقتصادية بيحاول بقدر الإمكان مواجهة أي مشاكل طارئة بيحاول بقدر الإمكان بحث عن حلول بنفس الوقت وضع الصورة كاملة أمام الشعب لأن من أهم الأشياء اللي ممكن يكتسبها أي رئيس أو أي زعيم أنه يطلع الشعب المصري على تفاصيل الأزمة الاقتصادية تفاصيل الواقع بتاعه هذا الوضع هو وجهه المشكلة وجهه المشكلة لأنكم وأنتم أصحاب المصلحة صحيح هنطلق مع حضرتك لمنشت آخر معنا خاص بنشاط رئيس الوزراء بالأمس رئيس الوزراء بيقول في تصريح لي توجيهات من الرئيس بدخط المخطط الزمني لتنفيذ مشروع حضائق الفستات تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس موقع تطوير ساحة مسجد عمر بن العاص ضمن مخطط مشروع حضائق الفستات يرافق الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار ولواء محمود شعراء وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ولواء خالد عبد العال محافظة القاهرة ولواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير والعديد من المسؤولين وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة عازمة على الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع حضائق الفستات في إطار توجيهات نظر إلى قيمة المضافة متعددة الجوانب على جهود تطوير القاهرة الكبرى وليمثل هذا المشروع إطلال على تاريخ مصر الخالد لتصبح مقصدا سياحيا أقليميا وعالميا يعكس عراكة الحضارة المصرية مع الاستمرار في هذا الإطار في تطوير الترك والمحاور والمداخل الرئيسية المحيطة بموقع المشروع وده لاستيعاب حركة المواطنين والسياحة المتوقعة لموقع المشروع رؤيت حضرتك لهذا الخبر أولا يعني منذ أسابيع تم افتاح متحف مقدارة في الفسطات تحولت يعني منطقة الفسطات إلى منطقة جذب عالمية وبتاريخها القديم زي أي بقع في مصر يعني فيها كنوز أسرية فيها حقب عضرية متعددة طبعا الفسطات والقاهرة الإسلامية القديمة والقاهرة القديمة هي يعني ضر التاج بالنسبة للعواصم إذا قرنا القاهرة والتي لا تقارن بعواصم عضرية أخرى آن الأوان أن نحن نزيل زي مجور الغبار على وضع القاهرة الأصيل لكي تعود إلى سابق عددها الفسطات زي ما قلت حضرتك فتحنا متحف الفضارة منذ أسابيع وبالتالي استكمال العملية عملية حيروحه أو منطقة جذب تبقى منطقة جذب مهمة جدا مش ما أقول الناس هتروح من غير ما يبقى في طرق جيدة من غير ما يبقى في تطوير دي مع حول المتحف مش ممكن يكون متحف الخضارة من جو يعني حاجة هيلة جدا ويبقى من بر المنطقة أو الهصول إليها ما يبقاش متاح بشكل جيد ولا يعكس الحضارة المصرية وبالتالي الفوك كبير جدا في تطوير منطقة القصطات من جهة ثانيا في توجهات أخرى سيد الرئيس بتطوير المناطق القاهرة وسط البلد في تطوير كبير جدا وسط البلد وبالتالي دي عملية متكاملة عملية متكاملة بين القاهرة الأسرية وبين القاهرة القديمة القاهرة بحقابها المختلفة بأماكنها المختلفة في توجهات من الرئيس أمس أيضا بتطوير الأطرحة المهمة جدا اللي هي الأكبار الأولياء زي السيدة زينب والسيد نفسين والسيدة نفيسة وبالتالي تطوير متكامل تطوير للقاهرة القديمة علشان إذا كنا بنعمل عاصمة إدارية جديدة عاصمة تكنولوجية جديدة عاصمة مودرن فإحنا عندنا العاصمة القديمة عندنا القضارة عندنا التاريخ يجب أن نزيل أيضا الغبار من على وجهه وبالتالي تصبح القاهرة القديمة مركز جذب سياحي مركز جذب عالمي لأن القاهرة المناطق والإسكان والإسكان المجتمعات العمرانية والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجال النيابية والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى الأطار والعديد من السادة المسؤولين وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع استعرض نتائج أعمال المراجعة التي تمت منذ آخر اجتماع عقد للجنة في 12 إبريل الماضي فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها وبناء عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها على تقنين أوضاع 76 كنيسة ومبنى تابعا وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1958 كنيسة ومبنى تابعا رؤية حضرتك لا هذا الخبر أستاذ يسري ولن يعني أنا حاجة بقى من آخر الخبر يعني من آخر الخبر إننا يبقى من بدء عمل اللجنة بدأ تقنين أوضاع 1958 كنيسة ومبنى تابعا يعني معناها حوالي 2000 كنيسة ومبنى تابعا لها يعني يعني ده بيرجعني بالمقولة الشهيرة القاهرة بلد الألف مأزانة فأتخيالي إحنا كمان عندنا 2000 كنيسة دول اللي اقتقلنا التقنين أو ضحق وما قبل كده أعتقد أعداد أخرى فإذن بلد القاهرة أو مصر مش بلد الألف مأزانة فقط ولكن بلد الألف كنيسة بلد يعني هي دي مصر الحقيقية مصر اللي فيها لا فرق بين مسلم والمسيحي لا فرق بين دين إسلامي ودين مسيحي حتى لما كان عندنا بعض الأخوة اليهود المصريين لما كانوا موجودين كانت المعابد المصرية أيضا موجودة ومازال الاهتمام حتى الآن رغم أن عددهم لا يزيد على ما بقي من اليهود المصريين الحقيقيين المنتمين للأرض المصرية لا يزيد عددهم عن عشرين أو خمسة عشرين واحد ومع ذلك الحكومة المصرية بتهتم بالمعبد اليهودي أيضا والمعابد بتاعتهم لأنه دي مصر حقيقي مصر اللي تهتم بجميع الأديان مصر اللي هي حضرتها أصلاً مقوناة من جميع الأديان والصفافات فيما يخص الكنائس والاجتماع الأخير ده بيعكس أيضاً بعد جديد أن المسألة مش هوجة وخلاص وخلص يعني ممكن نقول مثلاً عندنا 1900 تابع وكنيسة تم التوفيق أو ضحم لا اللجنة مستمرة ما تراه مناسب للإستمرار بتبدل الاستمرار وبالتالي عندنا تطوير في الجانبين عندنا مساجد بتفتتح وعندنا أيضاً كنائس بتفتتح لكن أنا أرى أن إذا كانت الدولة بتعمل اللي عليها زي ما يقوله في ابتتاح كنائس ومساجد على الكنائس والمساجد أن تقوم بدورها أيضاً لأن احنا أمام مشاكل كبيرة جداً بتخص وجدان الوطن بتخص كيان الوطن والكنائس والمساجد مهم جداً أنها تقوم بدورها الحقيقة ولكنها منارة للوطنية لأنها بؤرة إشعاع للوطنية يجب أن كل مشاكل مصر يتم يعني تدعمها وتم يتم منقشتها ويتم تحبيز المواطنين على المواجهة على مواجهة هذه المشاكل من مشاكل اقتصادية من مشاكل إقليمية من مشاكل سياسية الكنيسة والمسجد يجب يعني المسجد كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان مكان للدولة طبعاً أنا ما أتكلمش على التدخل بالشأن السياسي لكن أنا أتكلم بدعم المواطن المصري في تحفيز المواطن المصري أحياناً الجانب الروحي اللي بتقدمه كنيسة أو المسجد بيبقى مساعد قوي جداً للمواطن أنه هو يتغلب على مشاكل الحياة يتغلب على الواقع المحبط أحياناً يتغلب بالجانب الروحي والاقتصاد والجانب المشاكل الاقتصادية يعني أعتقد أنه يبقى دور مهم جداً للخنيسة أو الجامع يعني المسألة مش دور عبادة أننا مكان نصلي فيه فقط ولكن أننا أدعم الإنسان تمواجهة الحياة هو دور الحقيقي لأي دين بواجه الحياة مشاكل الحياة من خلال هذه المعابد وهذه المكنائس وهذه المسألة حقيقي هروح مع حضرتك لمنشت آخر معنا خاص بوزيرة الصحوات يعني تصريح لها بتقول متابعة دقيقة من القيادة السياسية للوضع الوبائي الراهن في البلاد أعلنت وزيرة السحوات سكانة دكتورة هالزايد أن هناك متابعة دقيقة من القيادة السياسية للوضع الوبائي الراهن في البلاد منوهة بنجاح الدولة المصرية في تسخير إمكانتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد وده مع الحفاظ على تقديم جميع خدمات رعاية الصحية الأساسية للمواطنين الأمر الذي أدى إلى استنفار جميع أجهزة الدولة واستعدادها لمواجهة الموجة الحالية من كورونا والتي ظهرت بقوة في بعض الدول وأكدت الوزيرة في تصريحات صحفية أن تحديث الضوابط والاشتراطات والإجراءات الصحية التي يتم تطبيقها بالحجر الصحي بمنافس دخول البلاد الجوية والبرية والبحرية تزامنا مع المستجدات الخاصة بفيروس كورونا مشددا في الوقت ذاته على المتابعة الضقيقة من قبل الدولة لما يحدث في العالم من حيث الرصد والمحاذير وأسليب العلاج والوقاية وفي نفس الوقت البحث العلمي وصولا للقاح آمن وفعال رؤية حضرتك طبعا لهذا التصريح ونتكلم عن الوضع الحالي والوضع الوبائي الراهن في البلاد مع انتشار جائحة فيروس كورونا طبعا زي ما قلت بحضرتك المسألة يعني احنا بقينا في عصر بتتشابك في الأخبار كلها مع بعض من شوية واحنا بنتكلم عن الوضع الاقتصادي جبنا سيرة كورونا لاني كورونا اثرت بشكل جديد على معادلات التنمية الاقتصادية وبالتالي لا يمكن احداث نهضة تنموية بدون صحة المواطن دلوقتي يعني الحمد لله يعني على كل شيء هذا الوباء أو هذا البلاء أو هذا الفيروس اللي بيكتح العالم كله بيجعل العالم كله يعني بيواجه هذه المشكلة احنا الحمد لله بشكل أو بآخر يعني انا دايما وده يعذرني يعني أستاذ المشاهدين أحيانا حين يعني يقف العقل عاجزا أمام العلم فلا يجد إلا الله لا يجد إلا أن ينظر يرفع وجهه إلى السماء فأنا أعتقد أن مصر ربنا حفظها يعني ربنا عالم بعباده في مصر عالم الشعب المصري يعني وبالتالي الشعب المصري الحمد لله بيواجه هذه الجائحة بشكل أو بآخر طبعا كيادة السياسية زي ما قلت لأن الحاجات كلها متدخلة مع بعض وصحة المواطن أهم يعني أهم متوجه لأي فيادة سياسية الرئيس طبعا بيتابع هذه التحرقات وهذه المواجهات من قبل وزارة الصحة والأجهزة المعاونة طبعا ما يحدث في تونس الآن وما يحدث في العديد من بلاد العالم يجعلنا يعني نقول يا رب يعني نجينا جميعا ويا رب ينجي إخواننا في تونس وإخواننا في الإنسانية في أي بلد في العالم كله من هذا الوباء لا بد أن احنا طبعا لا نستكين الحمد لله الحمد لله الحمد لله بقول الحمد لله 3-4 مرات يعني على أن أعداد المصابين في مصر أليلة بشكل كبير زي ما قلت العناية الإلهية يعني الحمد لله يا رب أنك أنت يعني عالم بنا بالشعب المصري لكن ده لا يمنع أن احنا نمر واحد نزود الاهتمام بالتلقيح أو اللقاحات لا بد أنها تتم بشكل مستمر في بعض الأشياء لا بد أنها تتم بشكل سريع مثلا نواجه المصريين المسابطين للخارج لا بد أن إذا كان بعض البلاد بتشترط أنهم يحصلهم على اللقاحات لا بد أن نوفرها بشكل سريع وأنهم ما ينفعش يعودوا أمام طوابير يعطف طوابير زي طوابير المقيمين وهكذا وهكذا وبالتالي أنا بتوقع كمان الإنجاز الكبير بإذن الله ربنا يسهل ويتم أنه هو مؤنتاج لقاح مصري للكورونا وتصديره إلى القررة الإفراقية لكي يكون نمرة واحد إنعكاس للتقدم العلمي في مصر من جهها ثانيا أنه تبقى مصدر دخل أيضا ومصدر مساعدة في القررة الإفراقية ونحن نتابع ما يحرز في القررة الإفراقية فعلى مصر أن تجد لها أو تستعيد مكانتها اللي كانت موجودة وهذه المكانة مش بالكلام ولا بالأغانية ولكن بالأفعال وبالأعمال وأعتقد أن هذا التوجه مهم جدا في هذا المصدر طيب على ذكر تونس مش بس في الوضع الراهن الخاص بالإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا ولكن احتجاجات تطالب بإسقاط الحكومة ومحاسبة الغنوش يعني إمبارح تبعنا في آخر اليوم بقايس سعيد يترقص اجتماع عن طريقة للقيادات العسكرية والأمنية أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية بموقع تويتر أن رئيس التونسي قايس سعيد ترقص اجتماع عن طريقة للقيادات العسكرية والأمنية وكان قد أعلن رئيس التونسي تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة على أو عن النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور وذكرت وسائل الإعلام التونسية أن الرئيس التونسي أعلن إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه يعني رؤية حضرتك للوضع في تونس وطبعا التظاهرات التي تبعناها من فترة وانتهت بهذا الاجتماع الطارق طبعا لأن كانت كورونا برضو هي القشة التي قسمت ظهر البعير هناك بعض حجم الإصابات الموجودة في تونس من هذا الوباء كانت كبيرة الإمكانيات طبعا يعني الإمكانيات المواجهة يعني أنا بأعظر الفقومة التونسية في فكرة المواجهة بظروف اقتصادية صعبة جدا العالم الابتصادي الآن يعني العالم بيعاني الدول الخبرى يعني نحن شعرنا اللي حصل في بريطانيا والحصل في أمريكا الدول الكبرى لا تستطيع المواجهة في مبالج في الدول اللي هي الإجتماعات بتاعتها ضعيفة وبالتالي أنا يعني لحد ما بعض لكن الرئيس التونسي اتخذ إجراءات لأنه هو في النهاية أمامه صحة المواطن المصري أمامه حياة المواطن التونسي أمامه حياة المواطن التونسي أمامه التنمية أمامه الاستقرار في تونس وبالتالي لم يجد بد يعني اتخاذ الرئيس التونسي لقرار قالة الحكومة وحل البرلمان يعني أعتقد أنه وصل لأمر أنه لابد من هذه المواجهة المواجهة السياسية الساخنة في دولة تتمتع بقدر كبير جدا من الدموقراطية وفي نفس الوقت اللجوء لاجتماع موسع لكيادات الأمنية والعسكرية يوحي بأن هناك خطر داهم لابد من التعامل معه أمنيا وعسكريا ولم يعد الأمر للتعاملات السياسية العادية اللي هي في أوقات الأزمات أو أوقات الصعبة لا يكون فيها حل إلا المواجهة الأمنية أو المواجهة العسكرية لأن دا كيان دولة استقرار دولة وبالتالي دي كلها بتدي مؤشرات لخطورة الوضع في تونس نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه ينقذ تونس وينقذ كل البلاد العربية تونس استقرار تونس استقرار لنا في مصر علاقتنا بالشعب التونسي علاقات عميقة جدا أمن القوم المصري يمتد التونس والمغرب والعراق يمتد من المحيط إلى الخليق لأن القوم المصري لدولة خبرى زي مصر لا يمنحصر داخل حدودها زي أي دولة أخرى لأمن القوم المصري من زي ما قلت من المحيط للخليق ونحن في ذكرى 23 يوليو مثلا وزعيم الراحل جمال عبد الناصر كانت مصر الأمن القومي زي ما قلت من المحيط للخليق ولكن امتد التأثير المصري إلى دول العالم الثالث وإلى أفريقيا حتى كانت يطلق على الرئيس عبد الناصر في أفريقيا زفازر أفريقيا يعني أبو أفريقيا فأتمنى أننا نعود بمصر لذي المكان في ظل ظروف صعبة طبعا الزرط والتاريخ مختلف جدا بين المقارنة بين الآن وبين الخمسين أنا بشكر حضرتك جدا يا أستاذ يسري بشكرك شكرا جزيلا على تحليلك الصحفي الرائع بشكرك أستاذ يسري السيد مدير تحرير جريدة الجمهورية بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معين نور شكرا جزيلا كل سنة وحدك طيبة ومستمعين ومشاهدين طيبين شكرا لحضرتك شاهدين فاكرتنا الصحفية انتهت هروح لفاصل نرجع مع فاكرتنا الأخيرة فاكرت السياحة والأثار خليكم معين اشتركوا في القناة قوات الدفاع الجوي حراس السماء للإعلان على ميسات اتصل على 012 76 22 3 4 5 أو 012 76 22 3 4 6 5 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 15 10 11 12 11 12 14 15 15 15 16 16 16 17 18 20 20 أنا عرفه من خلال ضفنا اللي معانا عبر الهاتف أستاذ أحمد عامر الباحث الأثري بوزارة سياحة والأثار سبعة الخير يا أستاذ أحمد سبعة الخير يا أستاذ رانيب رحب بحكتكم كل أستاذ المجتمعين على قناة ميسا كل سنة وحضرتك طيبة أستاذ أحمد وحضرتك طيبة وأنا برضو بقدم التهناء لأخواتنا الأخوات اللي كان عندهم عيد الرشب اللي أسبوح قبل الماضي كل سنهم طيبين وحضرتك طيبة خلينا نتكلم في البداية أستاذ أحمد عن اهتمام الفراعنة المصريين بالرياضة هو طبعا المصر القديم أدرك منذ قديم الأزل أهمية التربية السليمة والنفق السليمة والجسم السليم بالنسبة له وإزاي ينم الفكر والفهم والجسد في نفس الوقت اخترق ألعاب فكرة جدا منها ألعاب بغرض الدفاع عن النفس وألعاب بغرض تنشئة العقل وتنميته والصبر طبعا في إزاي يبقى عنده قدرة وزكاء ومهارش جدا في الألعاب اخترق كمان أيضا ألعاب بغرض الترفيه عن نفسه التنشئة بالكبار وتنشئة بالصغار وتنشئة بالسيدات كل هذه الأمور كانت موجودة في مصر القديمة فلذلك لأن الشعب المصر القديم كان متقدم بشكل غير عادي عن الشعوب اللي كانت في فترة اللي كانت بيعصيرها زي حضرات في نقرية حضرات باب الحضرات أشهور نفوق على كل هذه الحضرات بطلل التقدم اللي كان فيه ليس في الفن والعمارة والبناء والفلاق والرياضة ولكن أيضا في الرياضة نفسها اللي هي الألعاب اللي كان بيعملها المصر القديم والمسابقات أيضا اللي كان ينظمها بغرض طبعا حس النفس على نفسها على التشجيع وعلى الخدرة وعلى المهارة طيب هروح نتكلم مع حضرتك بشكل تفصيلي عن بعض أنواع الرياضة وإزاي مرسوا المصريين الكدامية هذه الرياضة نبدأ بلعبة الهوكي كلاعبة مصرية طبعا لعبة الهوكي ما فيش كلام إن هي أول ما اختراحها المصر القديم منذ ألاف السنين أشهر الأماكن التي تصورت الأعب بصفة عامة مصر القديمة كان أكثر من مكان يعني منها أشهر على الإطلاق المقابر بغم الحسن اللي كانت 9 و3 مقبرة مقبرة خروق إفت مقبرة مير رعب المينيا مقبرة بتاع حطب بصقرة لكن لعبة الهوكي بالتحديد كانت لنقوش موجودة في مقادر باني حسن في المينيا طبعا ظهر طبعا برسم واضح وصريح أن كان فيها صريحة ما يعني ما نقول ندغنون لها ملفوفة أو معكوفة أو عاملة زي حرف اللام كلا باللغة العربية فيه طبعا حلاقة بسيطة توضح هذه النقوش إن كان لعبين بيمسكهم المضغبين مصنعين طبعا من فروع النخيل لها نهاية طبعا ملتوية يقوم طبعا اللاعب بمرور القرى يمينا ويسارا ويحورها وكانت يعني يحورها للشخص الآخر وكانت كمان القرى نفسها على شكل النصف دائرة وكانت نطنعها من الجل وكان طبعا بيتم تلون هذه القرى بأكثر من لون يعني ملاش لون بمعنى أوضح معينة يعني عرفنا أن هما كانوا بيلعبوا هوكي عن طريق الرسومات العصايا بتاعت الهوكي يعني دي طبعا معروفة فنقدر نعرف إن دي هي رياضة الهوكي بالفعل يا فنم لأننا نحن بنتعامل في الأصار المصراق القديمة أو في الأصار بصفة عامة من خلال اليوم نقش مع عباد برضية توضح رسم موجود زي ما شفنا حتى المعابد المصرية طبعا ده معبد مدينة سهاب وكبت التنم عن الحياة اليومية معبد الناقران صديد تاني جميع المعابد المصرية كان بتحكي ده يمكن فن مقتصر يعني مختلف عن الدولة القديمة الدولة القديمة كانت لا تحكي أثار الحياة اليومية لما في الدولة الحديثة عامل الحياة الدينية الحياة الحربية الحياة اليومية اللي كانوا بتعاملوا بيها الأكل الشرب مدير للعمال كاملة كانت تحكي حياة العمال مدينة طبعا أو مقابر كاملة كيف كانت الغالة في عدى المسرنة قد أمامها طيب نروح لرياضة تانية الجاري مثل الجاري طبعا ديها تموجودة بقى من زمان جدا يعني دي بالتحديث كانت موجودة منذ عصر الدولة القديمة لأن اللي بنعرف هذه الأمور من خلال المقابر اللي كانت موجودة يعني الطقس ده بالذات كان موجود منذ عهد يعني كان موجود النقش بتعفص في المجبرة بتاحه طف سكارة الدولة الأسرة الخامسة كانت طبعا هذه غيرها تميز المسرنة كونماء بالذات في احتفالة الملك لما كان بيتولى الحق لأن هذه التقوص أصلا كانت بالنسبة للملك كان يكون لازم يقوم بطاقس اسمه طاقس الحبسد والطاقس الثلاثيني الطاقس الحبسد ده بيثبت أنه هو قوته البدنية عشان يقدر يحكم الدولة ويبعنده القدرة والشجاع والخفة وسرعة البديهة والمهارة والعقلية أيضا في أنه يقدر إيئتي يعني تماما وكان بعد ثلاثين عام بيعمل نفس التقس ده بالتحديد لأن طبعا الثلاثين عام طبعا مزي مثلا مزي خمتارشم مزي ستين فبالتالي هو لازم كان يعمل نفس التقس ده مرة تانية ليثبت أنه هو عنده قدرة على الشباب ونفس يستلم زمام الأمور والحق نفس هذه القوة موجودة عنده فلازم كان يحصل هذه التقوص وكمان مكتش خاصرة كمان أيضا العدو بذات أو الغري على الملك فقط لكن كان فيه الرجال والسيدات وكان فيه الأطفال بيعملوا مثل هذه الرياضة يعني كان بيتم نستباق مع حد تاني علشان يقدر يقول إن أنا أقدر أمسك الحكم ولا يعني يعرفنا إزاي يعني رياضة العدو حضرتك ديات كانت موجودة مصورة على مجدر التحفظ وحطف سكارة ديات من تقوص استلام شهرات الحكم في عدل المصر القديم هي تماكد اعتقس الحبسة ده كان بيصور الملك وهو بيكون بعداء هذه الرياضة ما كانش بيتسبع مع حد لكن كان بيجري مسافة معينة يثبت ذلك الأمر إن هو رجل شباب لو ما عملش هذه التقوص يبقى الملك في كهلة أو مثلا الملك بعيد صحيا أو بدنيا أو ما يقدرش يحكم الدولة فلو ما عملت دي من ضمن تقوص استلام زي مثلا نحن نرغم نقول لك إن السيد الرئيس في الفترات الحديثة لازم يحلي في اليمين وبيعمل بروتوكونات معينة عشان يثبت إن هو خلاص حكم البلاد يعني كتقوص معينة لازم تتعامل عشان نعرف أو يعرف إنه يقدر إدارة البلاد إنه هو يعني صحيا كويس مظبوطي بالنسبة إنه هو فعلا عنده شباب ما عندهش أي مراد مزمنة فكان لازم يعمل هزيز تقوص جميع الملك عمل هزيز تقوص يعني من الدولة القديمة لغاية الدولة الحديثة كانت تقصي ثابت عند المصر القديم تمام هروح مع حضرتك لرياضة تانية أستاذ أحمد يعني كلمة عن الملاكمة الملاكمة ريت من أشرة الألعاب اللي موجودة عند المصر القديم يمكن نفس كتير خليطها دلوقتي هي موجودة حاليا ولكن هي كانت أحد الأنشطة الأنشطة اللي كانت منتشرة في فيك الفترات ظهرت طبعا العديد من المناظر تصور هذه الرياضة بين السبيان على مجبرة برضو بتاع حطوة في سقارة من الأسرة الخامسة ودهت أقدم رياضة موجودة لدى المصر القديم في الأسرة الخامسة بالتحديد يعني احنا كانت مع طاقس العدو قلنا ده خطت من الأسرة الخامسة لكن ده أقدم رياضة صورت وظهرت على المقابر في عادة الدولة القديمة من الأسرة الخامسة وكمان برضو في مقبرة تانية اسمها مقبرة الأمير القاكس ده في موجودة بني حسن صورت لعبة المصرعة اللي إزاي هما كانوا بيقوموا بتوجيه اللاكمات لبعض وكان بغضاء هذه اللعبة الدفاع عن النفس طب يعني إزاي عرفتوا تفرقوا ما بين الملاكمة والمصرعة عن طريق الجدران اللي كانت مرسومة يعني حضرتك الصورة اللي موجودة قدنا دي دي حضرتك الملاكمة إنما المصرعة كانوا يمسكوا وبعض من الوسط كده ويقلوا بعض يعني حدرتك وشفت المصرعة في الصورة التانية أه 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 معين على شو شد بيرفع من الوسط كده حدرتك وينزلوا وينزلوا على الأرض زي مثلا ما بمشيهم المصرعة برمانية يعني المصرعة عادية بدي اسمها المصرعة برمانية اللي هي موجودة حاليا بالفعل نفس اللي بيعملوا دلوقتي هو اللي كانت موجودة لكن الملاكمة اتنين بيدروا بعض بالقباضات ديات هو ده الفرق بينهم مباينة حتى واضحة في المقابر المصورة في تلك الفترات يعني طيب من الملاكمة والمصرعة أروح مع حضرتك للجنباز وده كان للرجال والنساء نتكلم عن المرحلة دي طبعا الجنباز طبعا من عشر للعب للمصر القديم سواء رجال أو سيدات هي الحضرة المصر القديمة هي اللي وضعت الوسول أو اللي بنات الأولى لهذه اللعبة تحديدا المقابر طبعا أو المنزل الموجودة في المقابر وضحت العديد من الأوضاع الدقيقة والهمة منها أربعة شباب يعني طبعا بيقف أحدهم بسيطا طبعا بيفسط إيده بزرعة بشدة جدا بشكل مستوى اللي هو الكتف نفسه وبعد كده يجي واحد تاني أقصاده يعني يبنعي من نفس الموضوع يعني يبرز برضه ويوضح دراعه أو بشكل مستقيم برضه للمستوى الكتف بعد كده ممكن يقب على ساق واحدة ممكن مثلا يدفع إيده للأمام والأوضاع نفسها الناس المماثلة بيأخذها برضه أيضا الأشخاص الآخرية كل هذه الأمور بظهرت في محطرة الأمير فقط في بني حسن في المينيا المرأة برضه المطرية كتأول النساء من مرسة لعبة الجنباز هذا المنظر كان موجود طبعا كمان بمصاحبة الموسيقى يعني عشان الناس يتلقي البلاء اللي احنا بنشوفه ده كمان كان موجود في أحد المطرية كنا معه وتحديدا للسيدات عم طريق كمان مصاحب لهم الموسيقى في أداء هذه اللعبة يقومون كمان هما بأداء يعني أداء هذه الرياضة بشكل واسبي متتالي بدون لمس الأرض وكمان بدمخهم يعني أهيه يمكن أول صورة بأينا خالص أهيات نسبوا وسطهم لكن ده حد واقف على أديه فبالتالي ما كانش يحصل الكلام ده اللي في مصر القديم وده وده شكل الجنباز بالفعل كان كمان بينحني الجسم كمان للخلف حتى تقوم الإيد نفسه يعني تلمس الأرض مما هذا الأمر الغرض منه يوضح المغونة هذه كمان المقابر احتفظت بمجموعة من مناظر الرقص الجماعي اللي هو رقص الإقاعي بنشوف كمان عدة فتيات يودان رقص يعني رقصات إقاعية في أوضاع منتظمة هذه الرياضة ظهرت كمان في مقبرة خروق بالأكسر فلذلك هذه الرياضة كانت بتوضح مدى أن الجسم مرونة الجسم والجسم اللي فعلا مشدود كمان لأن لعبة الجنباز بذات لعبة مختلفة عن لعبات الأخرى لأن لازم بتقوم على الجسم بأشكال معينة ممكن واحد يقف على رجله لا ده بيقف على رجله واحدة على قدم واحدة فقط ولكنه ممكن كمان يقف على إيله فبالتالي ده مادية المصر القديمة عن حضرات المصر القديمة خالص أو حتى للفترة الحديثة لأنها تم أخذ هذه اللعبة وتم تطورها فيما بعد يعني ده هي اللعبة الجنباز واللي هو لك الرقص الإقاعي أو البني كما يطلق عليه صحيح طيب أروح محضرتك لأول مبارزة بالسيف في عهد أو عصر الفران طبعا اللعبة المبارزة بالسيف أو اللعبة الشيش حاليا اللي كانت موجودة حتى مبارح كانت حتى محد يلعب مبارح من مصر شابك نعم تماشر سنة هذه اللعبة هي اللعبة الموجودة حاليا في أولمبياد طوكيو تم توصل المصرين الكودماء وعدوا لها أدوات خاصة وأقناع استخدمة لحماية الوجه وقد أظهرت أو وضحت أول مبارزة للمصرين الكودماء في نكوش معبت مدينة هابو كما ذكرت منذ قليل أن هذه المعابد كانت بتتكلم عن الحياة اللي هو ما للمصر القديم يعني كان هذه اللعبة ظهرت في عهد الملك عام سيسي الثالث وظهر فيها المتبرزين منشكين بأسلحة مغطاة الأطراب بتاعتها عند الطرف بتاعتها كانت هذه طبعا عشان ما تقزيش هي اللعبة اللي عالسها بالضبط هي دي المبارزة بالصيف عشان طبعا هذه الأطراب ما تقزيش حد وكانوا كمان بالدوث كمان أقناع لحماية الوجه تشبه إلى بالنسبة لغة جدا أقناع على الحديثة اللي احنا في هذا الوقت في هذه اللعبة المبارزة بالصيف أو اللعبة الشيش حاليا اللعبة بنعبها في أولمبيات توقيو طب أرحم حضرتك لرياضة الرماية والمعروف أن رياضة الرماية هي رياضة الملوك بالفعل هو اللعبة دي بالذات كانت الغرض منها الدفاع عن النفس يعني كان ببعض يعني المصر القديم كان على سلب هذه اللعبة الرماية أو رياض الرماية وكانت تدريب غرض دفاع عن الوطن ضد غزاء لأن احنا عارفين المصر القديم كان محتل أو كان الكسوس محتلية جزء من مصر مش كل مصر عشان ما ستبع المعلومة صحيحة يعني دي المعلومة اللي دايما موجودة في الكتب خاطئة نقولك الكسوس احتلوا مصر لا الكسوس لم يحتلوا مصر هم احتلوا جزء من مصر كمان موجود في الصعيح عشان بس تبع المعلومة واضحة للناس جميعا بالفعل تم طبعا تعليم تحديد المتدربين والملك أيضا لأن الملك طبعا كان يلعب لعبة الرماية الملوك مصر القديمة طبعا كمان مرسوها ظهرت مناظر كثيرة جدا عن الأسابة المصرية ومنها بقى بكتيت الأول بأبيدوس أو أبيدوس اللي موجودة في سهاج كما كمان تم تصوير مجموعة ضخمة من الرماية يتتربون على الرياضة عن طريق استخدام القوس والسه لأنه طبعا برض الملك كان دايما في مقدمة الجيش فكانها يستخدم القوس وبيتعلم هذه الأمور والسه منه هو طبعا يعرف يصوب جيد بحيث طبعا أن هذه الأسلحة كانت موجودة تحديدا بعد غزو الاكسوس لجزء من مصر فكان المصر القديم طبعا طور هذه الأسلحة بغرض الدفاع عن الوطن فالي من أهم الألعاب اللي كان لازم الملك يمارسها لأن الملك بصفة عامة كان لازم يكون في مقدمة الجيش لذلك شفنا ملوك كثيرة جدا ماتوا بسبب الموضوع ده بس هو كان بغرض أنه هو قوة يعني يعطي القوة بالشجاعة للجيش اللي معاه ويضي التماغنينه وأنه هو بيواجه الخطرة قبل الجيش كمان يعني فالي كانت من الحاجات دمائدة المصر القديم في الجيش لأنه هو الملك لازم يكون في مقدمة الجيش صحية يعني إحنا معنا كمية كبيرة من أنواع الرياضة يعني هروح مع حضرتك لألوذب ومصرعة السيران فهي سبعة رياضات الوذب أو القفض العالي كان معنا مثلا المصر المصرانة القدماء أظهرت مقبرة بتاع حطف سكرة هذه الرياضة كانت موجودة في الحقول والمدمار مثل الوذب كان كمان مثل هذه الرياضة تنتمج تحت ألعاب أخوة ومصرعة السيران لأن المصر القديم أصلا كان عنده الغرض أنه يحب يتعامل مع الوحوش ويروضها ويصرحها فزهرت أزيل العقف في مصبرة بتاع حطف وكان أبو يصرع السيران ويقتلها لأن طبعا السيران بالفعل كانت طبعا قوية جدا فالمصر القديم أو الشخص اللي بيصرحها لو ما خادتك ولا ممكن تقتله اللي هي كمان هي بالمناسبة هي تهديد السيران العشوية هي تهديد وذب العالي هي دي غيرها بالتحديد بس إحنا بنقول المصرعة السيران ديت تشجو مسارعة السيران الموجودة في أسبانيا اللي هي المتضور بالفعل يعني اللي سيحصل دايما وبيحصل مثلا واحد يمسك كتعة حمراء ويقتل في الآخر برمح في الآخر هي دي هذه اللعبة موجودة عند المصر القديم اللي هي مسارعة السيران طيب نروح للتجديف والقوى البدني التجديف طبعا كان موجود في عهد المصر القديم باعتبار أن مصر طبعا دولة محيطة بالأنهار مهر النيل رقم واحد ثم البحارة المحيطة بيها فكان فريد التجديف يعتمد اللعبة نفسه على التجانس في تجديفهم وفقا لإرشادات القائد اللي بتولى هذه الدفة أو هذه المهمة فكان القائد يطلق ندق معين لتوحيد الوقت في الذي لامس فيه المجديف على سطح الماء وكان يساعد على دفع القارب للأمام بطريقة أكثر ثباتة ومرونة يعني زينا احنا بنشوف دلوقتي اللي الرداء عندي تحت بالضبط بيغضاء مثلا من عند قرية ديت السورة اللي موجودة فعلا دي رقم التجديف لأن كمان احنا كان عندنا مراكب متنوعة منها مراكب خاصة مثلا بالتنزه ومراكب خاصة بالحروب ومراكب خاصة بالرياضة احنا كان عندنا أكثر من شكل لازيل المراكب فعلا اللي عايز نشوفك حتى غدافت غدافت التجديف ده ما بيبقى فيه المسابقات أو الشراع بالتحديد بنشوف التجديف ده بيطلع من عند من مثلا من كبرى قصر النيل لغاية مثلا كبرى الدمع بيبقى فيه غريب التجديف هناك منتشرت بفترة بشكل جدير جدا يعني صحيح طيب نروح للصيد وإحنا عارفين أن الصيد أو من اسمها دايما مقولة أن الصيد رياضة الأمراء كلمنا عن الصيد في عهد الفرانة المصريين هو بالفعل الصيد كان واحد من أهم رياضات التي كان مرسها الملوك والأمراء والنبلاء وجدت كثير من الصور والمناظر الخاصة بسايد السمك كهواية في المقابر وأيضا رمي الرمح أثناء العصر الفراني في الأول الأمر قالت كانها طبعا مستثل بستهد باعتبار أن الرمح والقوز دي تعتبر حاجة زي الغمي فلذلك لما نشوف اختلف طبعا طول الرمح وفقا لنوع الفريسة يعني مش كل الفرز زي بعضه حتى الصور اللي مولد فايد الأسماك يعني دي غالد كمان فايد الأسماك الصور اللي قدامنا دي لكن الصور السمك بالتحديد كان مثلا ممكن يتمع عن طريق سننار يعني خضر عن بوش كده وفيه سن كده وخط وسن طبعا بحيث أنه هيستطيع أن يصار هذه الأسماك وكان كمان المطغنق وده ما يخرجون لصور السباع والفئلة والصغالة الوحشية كما اعتدى لأنه بلق أيضا أن يركبوا الكوارة باستغلها المطنوعة من البردي وكان يخرجون في رحلة في أحراش الدنتا اللي هي طبعا اللي هي نباتة البردي هناك ومعهم أثارهم كمان والقدام اللي كانوا معهم لسايد الأسماك والطيور يعني هو كمان كان بيصار الأسماك والطيور من قلب هذه الأحراش أو مثلا من وهو وفقا وهو راكب القارب فكان يستطيع أن يصيد برا وبحرا باعتبا أنه ممكن مثلا طير موجود قدامه معادي فممكن أن يصيبه بأي رامية أو مثلا معه مثلا في النهر بيصار بها من نهر النيل تحديدا لأن المصر القديم كان بيصار في النهر وليس في البحر يعني النهر كان بيصار عند المصر القديم والنماء وكان بيطلع منه أسمات كثيرة اللي يبينها بدابل منه أسمات اللي ملح نعم طيب نروح لرياضة أخرى معنا نتكلم عن الفروسية ورفع الأثقال هو طبعا الفروسية ورفع الأثقال طبعا الفروسية بالتحديد لم تظهر إلا في أحد الدولة الحديثة لأن أطلب مصر القديمة ما كانش عندها خيلي يعني الفترة اللي قبل احتلل جزء من الأكسوس ما كانش موجود لها في الدولة القديمة ولا في الدولة الوسطى خيل خالط ده الخيل ده دخل مع الأكسوس لما جم يحتلوا جزء من مصر فلذلك هذه اللعبة كانت من عالم الحرب بالتحديد وعربات الحرب أيضا لأنه برضو ما كانش عندنا العجلة الحربية ده احنا خدمها وطورنا من الأكسوس في الانهوة ده رمز الفروسية اللي موجود قدامنا ده على الشاشة المصرين كلما كانوا يقومون بإقامة سباقات للقيول بين الشباب الذين تمكنوا من القبا يعني كانوا فضلوا فترة معينة على ظهر الخيل والتحكم في الخيل نفسه بدون سيرج يعني مثلا هو اللي جام كان يطلق عليه ما كانش فيه سيرج هذه اللعبة كانت من أهم من الألعاب التي تتميز المصر القديم في عهد الدولة الحديثة أما اللعبة ترفع الأسطار كانت واحدة من الألعاب اللي عرفها طبعا لمصرينة كونماء وكانت عبارة عن محاولة رفع الكيس منها برمز بوطة يد واحدة ايد واحدة وطبعا كانت اليد ترفعها وفقا لمستوى النظرة والاحتفاظ بدأت كيس عالي لفترة معينة في وضع الشبه المستقيم وكانت هذه إحدى الطرق لرفع الأسطار وكان لابد على اللعب أنه يحتفظ بهذه الوضعية لفترة وجيزة يعني وفقا مثلا لطايم معين وبعد كده لو جاب هذا الطايم بيبه هو كيف طيب لعبة الكوس والسهم نتكلم مع حضرتك عن هذه اللعبة لعبة الكوس والسهم دي من أهم رجالات التي مازلت المصرين القدماء وكان غالبا بيتم تسجيلها على بذران المعابد لما قلنا بذران المعابد يببى فعل الدولة الحديثة بدون شكل لأننا كناش نسجل الحياة اليومية اللي في عاد الدولة الحديثة تمتح طبعا الميوق والأمراء بمهارة عالية جدا في إصابة الهدف بشكل شديد الدقة كانت هذه اللعبة تحدي بانت تحتاج طبعا لرؤية حدة جدا والمناورة الأسطادكم بدنية عالية وقوة ملحصة بشكل غير عادي لأن طبعا لازم تبانت عندك قوة في النشاين كما يطلق وكان هذا الأمر يحتاج إلى توازن بين اللاعبين المقاتلين وكانوا كمان بيقفوا من على الكعب يعني كان بيقفوا من على الكعب عشان يستطيع إصابة الهدف وتكون كمان الجسم نفسه طبعا مشدود والورقانة بتاهم ممثلة اللاعبين الآخرين كانوا يقومون بالدوران مع المحافظة على هذه الوضعية حتى يبقى فيه توافق في الحركة ومن أشهر المناظر اللي صورت هذا الأمر مقارة ميري روكة كانت توضح هذا الأمر في ميري روكة طبعا موجودة في سقارة يعني كانت من أشهر المقارة في الدولة الطريمة اللي كانت توضح مثل هذه الأمور يعني ألعاب كتير يا أستاذ أحمد لا يمكن كانت تتيجي في أذهلنا إن هي موجودة في عصر واهتمامات الفرعن المصريين أنا بشكر حضرتك على كل هذه المعلومات يعني خدنا معلومات كتيرة جدا عن اهتمام الفرعن المصريين برياضة بشكرك أستاذ أحمد عامر الباحث الأثري بوزارة السياحة والأثار بشكرك شكرا جزيلا شكرا لحضرتك جزيلا أنا كنت تساعد إن أنا موجود معكم على الصباح شكرا لحضرتك يا أستاذ أحمد وشاهدين فقراتنا انتهت وكمان حلقتنا انتهت نشوفكم بكرة وحلقة جديدة وصباحكم صباحكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة